نحن نتعرف على أحوال الطقس معنا المتنبئ الجوي عبر الهاتف محمد مطار يسعد صباحك أستاذ محمد يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا صباحك خير أستاذ محمد عرفنا على أحوال الطقس كيف درجات الحرارة عم تكون هل في مرتفعات قادمة وأيضا درجات الحرارة في المحافظات السورية سمع مستقيم بالنسبة لحالة جو المتوقعة لليوم ثامثة مرة معنا درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من المعدل بحوال من 3 إلى 5 درجات مئوية الجو حار وصحه بشكل عام سديما مغبر الشديد للحرارة بالنسبة للمناطق الشرقية والجزيرة والبادية بالنسبة للرياح في الجنوبية غربية على المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد دور تتجاوز فرعتها 60 كم في الساعة خاصة بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية تثير الغبار في المنطقة الداخلية البحر خفيف ارتفاع الموج طبعا مرة معنا هذه الأجواء ممكن حتى ما بعد نتصف الإسبوع القادم ثم تعود الدرجات حرارة الانخفاض بالنسبة للمناطق الغربية بينما تبقى على ما هي عليها بالنسبة لباقي المناطق طبعا رطوبة نسبية عالية خاصة بالنسبة للمنطقة الساحلية عم تعطي إحساس بدرجات حرارة أعلى من الفعلية بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية ليلا عم تكون الأجواء ألطف مقارنة بدرجات حرارة خلال ساعة النهار حيث أن وجود الرياح مع نسبة الرطوبة الجيدة تشكل عامل إيجابي في تحسين الأجواء تحذيراتنا هي عدم تعرض لأشعة الشمس كلاد ساعة الدروة لفترات طويلة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال عدم إشعال النار خاصة بالنسبة للمناطق الزراعية والحراجية والغابات تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأترب المتارة بفعل الرياح خاصة بالنسبة للمنطقة الشرقية والجزيرة والبادي أما بالنسبة لدرجات حرارة المتوقعة لليوم بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 39-24 المرتفعات الجبلية 31-19 المنطقة الوسطى 35-23 المنطقة الساحلية 32-27 الشمالية 38-25 الشرقية والجزيرة 43-29 وأخيرا البادي 42-26 إن شاء الله إن شاء الله يعني أستاذ محمد طبعا نتشكرك على كل هذه المعلومات لقدمت لناها مثل مقلت في شوية ارتفاع درجات الحرارة نتمنى السلامة والصحة للجميع وينتبهوا على نفسهم من درجات الحرارة المرتفعة شكراً لك أستاذ شكراً لكم يا أهلاً حلاً فيك